يعيش الجزائريون من مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعيين قساما حادا وجدلا لم ينتهي بعد إثرى حادثة الاعتداء الجسدي التي تعرض لها الناشط الجزائري رشيد نكاس عندما كان يصور فيديو قرب منزل مسؤول جزائري في باريس هو عمار سعيداني الرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الحاكم في الجزائر المعتدي يقال إنه من عائلة المسؤول الجزائري الكبير وقد اعتقلته الشرطة الفرنسية فور الحادثة المقطع الذي صوره الناشط الجزائري لنفسه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي حقق ما يصل في مجموعه إلى خمسة ملايين مشاهدة بدأ فيه نكاس مدرجا بالدماء في لحظة اعتقال الشرطة للمعتدية على حد قوله واجبرنا على تغطية وجبه في هذا الفيديو الشعب الجزائري هذا مليد سعيداني بغا يقتللي شوفوا شدر لي شوفوا مليد سعيداني بغا يقتللي شوفوا مليد سعيداني شوفوا شدر فيها فيه يسيق سغسال بغا يقتللي شوفوا شوفوا بغا يقتللي شوفوا بغا يقتللي شوفوا بغا يقتللي شوفوا بغا يقتللي شوفوا يا الشعب الجزائري شوفوا السراقيل بغا يقتلوني تم نقل نكاز للعلاج واعتقلت الشرطة الذي اعتدى عليه والذي يقال إنه من أقارب المسؤول الجزائري وكان مغطيا لوجهه لكن من هو رشيد نكاز لمن لا يعرفه ربما هناك أحد يتذكره في هذه الصورة التي فقد عرف في أوروبا بمحام المنقبات هذا الرجل كان يتحدى قرارات المحاكم الفرنسية بفرض غرامات النالية ضد من يلبسن النقاب عندما تغرمهن المحاكم يأتي ويدفع الغرامة عنهن في الجزائر قاد حملة كبيرة ضد استغلال الغاز الصغري الصغري في البلاد وحاول أيضا الترشح للانتخابات في عام 2013 ويقود حملة ضد الفساد كما يقول بطريقته وكون لنفسه هذا الحزب حاركة الشباب والتغيير وعرف بحملاته الدعائية ونكاز نظم اعتصامات أمام أملاك المسؤولين الجزائرين في باريس مثلا فيلا عائلة عمار سعداني وأمام أيضا فيلا يقول إنها لابنة رئيس الوزراء السابق عبد المالك السلال في باريس ومسؤولين آخرين ويتهمهم حسب رأيه بنهب المال العام اليوم قبل قليل تكلمنا مع نكاز ولكنه تبين أنه في النمسا يتظاهر هناك هذه الصورة له في النمسا للاحتجاج ضد وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كوروز الذي هدد بأنه إن دفع غرامات لمرتديات البرقع فإنه سيتعرض للملاحقة يلسق على وجهه أوراق نقدية متعاهدا بأنه سيواصل دفع هذه الغرامة مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر لديهم مساحة على برنامجنا صلاح الهيتي يقول في زمن شحيح بالأحرار من أمثاله يحق لنا الفخر بهذا العربي الجزائري ونقولها بفخر وعزة كلنا رشيد نكاز حفيظ الدراجي يقول ربما هذا عياش حفايفة يقول يا رشيد نكاز أراك غالط مشكل مع سعيداني مش عائلية تاعه هناك يتحدث طبعا بلجته الجزائرية أن هناك يجب الفصل بين الموضوع العائلي والموضوع العام ينضم إلي من الجزائر الدكتور سليمان عراج الصحفي والمحلل السياسي دكتور سليمان مرحبا بك في تريندينج أريد أن أسمع رأيك بمناسبة الحادثة التي حدثت مع نكاز كان يصور فيديو أمام فيلة مسؤول جزائري وتعرض لما تعرض له أين تتوقف حرية التعبير وأنت كصحفي تقدرها المسألة فالفيلة ليست لمسؤول جزائري بل هو تحدث عن أن بيت للأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني فيما تعلق هي أن أعتبرها قضية شخصية سيتم معالجتها على مستوى القضاء الفرنسي لأنها حدثت على مستوى التراب الفرنسي أما لما نقول على مسألة حرية التعبير أنت ذكرت في حديثك على نكاز أنه اعتاد أسلوب القفز هنا وهناك فبعد مباشرة كما قلت مباشرة بعد الحادثة التي تعرض إليها انتقل إلى سويسرا أو أين ذكرت للتظاهر طيب ما العيب في ذلك؟ ما العيب في ذلك؟ لا ولكن نحن لما نتحدث على مسألة أنا لما أؤمن بقضية أو أسعى إلى هدف لا أحقق ذلك الهدف بالتهريج أو بالممارسات العشوائية هناك أطر خصوصا لما الكثير من الرسائل السياسية توصل إلى السياسيين بالتهريج وبكافة هنا في بريطانيا عن طريق العري هنا في بريطانيا يعني كافة الطرق ما العيب في ذلك؟ ديمقراطية ديمقراطية نحن لسنا ضد حرية التعبير بقدر ما نبحث عن المظامين التي لها مغزة أو على الأقل اعتماد الأساليب الرقية حتى لما تتحدث يعني كثير من المظاهرات التي نراها في باريس وفي لندن وفي كثير من الدول الديمقراطية لكن لكنها لا تنزل إلى مستوى سليمان الراجل صحفي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك